الثعابين فرق بين السام منها وغير السام السام نأتي الآن إلى الرعاية الأولية له مثل إذا جينا إلى الحيات أول حاجة في الحيات عند قرصات أو لدغات الثعابين الاتصال بالطوارئ بشكل عاجل ليش؟ لأن الدقائق هذه أو الثواني في الرعاية الأولية للطوارئ مهمة جدا 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 ثم نأتي إلى تهديئة المصاب لأن كلما دق قلبه دقات كثيرة كلما دارت الدورة الدموية أكثر وأكثر ولعلها تأخذ معها هذا السم إذا انتقل من الشعيرات الدموية إلى الشرايين فنحن دائما نهدئ المصاب ثم نجلسه أو يستلقي ويضع العضو الملدوق في مكان مريح له ثم ننتقل إلى وضع ضمادات نظيفة وتثبت مثلا بشاش خفيف بدون ضغط شديد عليها ضمضات على مكان اللدغة لأنه فينا استربط قبل اللدغة بيأتي الكلام عن المحظورات المحظورات في هذا المجال ثم بعدها إذا كان رؤي الثعبان فجيد جدا حتى يسهل إعطاء المصر المناسب له ويحبت دائما أن لا نجعل المصاب واقف أو يمارس نشاط معين نعطيه ياكل أو نقول أمش يفضل دائما حمله لأن كلما مارس جهد بدني كلما زادت الدورة الدموية وكلما كانت عرضة لانتقال السم في أحزاء ترجمة نانسي قنقر